حسناً، ماذا سيحدث إذا أعادوا إحياء الحيوانات الأكثر خطورة في جميع الأوقات؟ ما الذي يمكن أن يحدث إذا تم إحياء الحيوانات من عصور ما قبل التاريخ؟ أهلاً ومرحباً بكم مشاهدي قناة قوي عقلك هيا بنا، اضغطوا أولاً على زر الإعجاب واشتركوا بقناتنا الآن الخوف والرعب على باب منزرك كما نعرف جيداً في عصور ما قبل التاريخ لقد سكنت الحيوانات العملاقة كوكب الأرض وربما لو كانت موجودة اليوم فإنها ستنهينا تماماً وستنهي أيضاً مشروعات البناء وتخطيط المشروعات والحفلات وطبيعتها وستكون الأمور مختلفة تماماً وسيكون من الطبيعي أن نرى هناك أشياء جديدة وبعض الأجهزة التي تحمي السيارات وشوارع بشكل آخر حتى لا تسحقها الديناصرات العملاقة سنرى جسراً مبنياً جيداً من مواد أفضل أغلب كثير من التي تستخدم اليوم حتى لا ينتهي بهم الأمر إلى التحطيم في يد الديناصرات سيتم أعادة إنشاء العديد من صناديق الاستثمار للحصول على استثمارات والتي من شأنها أن توفر الحماية ضد الحياة البرية من حيوانات ما قبل التاريخ التي يمكن أن تنهي الحياة البشرية الجديدة التي أخبرتك بها بالفعل وبالتأكيد سيكون هناك تدريب في الجيش لمكافحة تلك الأنواع من الحيوانات ما قبل التاريخ على أي حال سنرى ماذا سيحدث إذا تم أحياء تلك الحيوانات المنقرضة في هذا المقطع ونبدأ مع الحيوان المعروف باسم ليفيتان وهو واحد من الأنواع التي كانت على قيد الحياة في عصور ما قبل التاريخ تم العثور على تلك الحفريات الموجودة لهذا الحيوان العملاق مؤخراً عام 2008 ولا يزال هناك الكثير لاكتشافه من هذه الأنواع والتي تعود حفرياتها إلى 13 مليون سنة ولكن إذا أردنا مقارنة هذا الحيوان بمخلوق موجود اليوم فأكثر ما يشبهه هو حوت العنبر لأن حوت العنبر حيوان له فم ضخم بشكل يناسب شكل الأسنان وقد يصل طول هذه الحيتان إلى 20 متراً في الحقيقة إنه حيوان مفترس رهيب في الوقت الحاضر لا يمكنك حتى صيد الأسماك بجانبه يجب أن يكون لديك صحة جيدة جداً لتذهب للصيد لأنك بالفعل ستذهب إلى قتال لتكون قادراً على مواجهة أي موقف خلال تلك العملية حيث إن الصيد الجسدي ضد حيوان من أخطر أنواع الصيد على هذا الكوكب على كل حال يوجد بعض مقاطع الفيديو على قناتنا والتي تتضمن أشرس المعارك بين الحيوانات والأكثر ملحمة على هذا النحو يتم اكتشاف أنواع جديدة ربما ستذهب إليها في يوم ما ونرجع لذلك الحوت الشرس والذي قد يلتهم الإنسان ويفسد مجال السياحة من هذا النوع في الحقيقة أتساءل ماذا سيحدث إذا كانت كل القمامة في البحر وحتى في العالم كله اجدهمها هذا الحيوان وبذلك يمكن أن ينقذ الأنواع الأخرى التي تأكل ما يقتل الكثيرين وهو سؤال جيد بالفعل وننتقل إلى الديناصورات وما يمكن أن يحدث إذا كان الديناصور على قيد الحياة اليوم يوجد العديد من أنواع الديناصورات التي تتصرف كل منها بشكل مختلف تماما في السلوكيات وطرق العيش وكل شيء بين أنواع الديناصورات متفاودة على سبيل المثال الحيوان العملاق تربوسور باتار القاتل إنه حيوان من حيوانات ما قبل التاريخ والأكثر شعبية التي نعرفها هذه الحيوانات سكنت الأرض قبل 70 مليون سنة كانت لديها تلك الفرصة للانتقال في وسط آسيا يصل طول هذه الديناصورات بين 10 إلى 12 مترا وبارتفاع 4 أمتار كان من أشرس الأنواع التي وجدت ويصل وزنها إلى 7 أطنان فهو ضخم جدا وشيء الذي لم تكن تعرفه أن سرعة ذلك الحيوان ليست كبيرة جدا كما يعتقد الكثير من الأشخاص وماذا إذا كانت هذه الحيوانات من هذا النوع موجودة في حياتنا اليومية فسوف تسبب الكثير من الأضرار بالتأكيد للأبنية لأبيال ولا شيء سيتحمل كل هذا الوزن وسيتسبب هذا العملاق في الضوضاء التي يمكن أن تعذب أي شخص ويسبب أضرارا بالغة للأبنية والسيارات على أي حال أي حياة بجانب هذا الحيوان ستكون في خطر بالغ كما ستظهر الأخطار عند لمس ذلك الحيوان وستنتهي الأمور بمحرقة مميتة إذا كنا اليوم نعرف جيدا حيوانات عملاقة تشبه هذا الحيوان القديم فعلى سبيل المثال الفيلة حيث عندما تنطلق أو تنزعج من شيء ما فلا توجد قوة بشرية لإيقافها حتى الحرس الوطني لا يمكنه أن يوقف هذا الوحش ومن الممكن أن يحطم السيارات والشاحنات الكبيرة إذا اصطدم بها ولن يكون الأشخاص في تلك المنطقة مطمئنين أبدا ولك أن تتخيل أن الفيل لا شيء بالمقارنة مع تلك الديناصرات فإذا كانت موجودة هذه الحيوانات العملاقة في يومنا هذا فهذا بالتأكيد خطر بارغ بالنسبة للبشرية كلها كيف سيكون الأمر مع هذا الديناصور الوحش مع تلك الأسنان الحادة والمخالب الضخمة والتي من شأنها أن تدمر الأعداء في قدال الأنواع التي قد تهاجمه يعود تاريخ هذا الديناصور للعصر التباشري وكان موجودا فيما يعرف الآن بأمريكا الشمالية وهذا الحيوان يزن أقل من الوحش السابق مما يجعله بطريقة ما سريعا جدا ولا يوجد حيوان يمكن أن يصل إليه بسهولة وعند صيد فرائسه يكون هذا بمثابة اختطاف فريد من نوعه لم تتخيله حيواناتنا الموجودة اليوم فقد كان موجودا في عصور ما قبل التاريخ مجموعة ضخمة من الديناصورات تختلف أنواعها داخل النظام البيئي البحري وكذلك الأرضي وكذلك في الهواء فإذا كانت هذه الحيوانات موجودة الآن فسيتوجب على الحكومات تنشيط أعلى تركيز للتعامل مع هذا النوع من الحيوانات الأكثر خطرا ويمكن أن تصبح حتى البلدان فقيرة وستنهار الأبنية باستمرار وستستثمر الأموال أيضا من قبل السلطة لإعادة بناء كل ما تضرر ببساطة كذلك سيخسرون المال في الكثير والكثير من أشياء أخرى لمقومة نتائج وجود هذا الوحش على الأرض في الحقيقة هذه حيوانات تدمر كل ما يأتي في طريقها لأنها إذا تم أحياؤها الآن فستكون خائفة من رؤية شيء لم يره من قبل في تطورهم ويجب التعود على ذلك والتكيف معه بالإضافة إلى ذلك يجب أن يكون هناك بشر يرتدون عقلية مثل هذه الوحوش لأن كل هذا العالم يصارع من أجل أساليب البقاء على قيد الحياة وهو صراع دائم اشتقت كثيرا لهذا الوحش الأكثر رعبا الذي من الممكن أن يكون حيا حتى يومنا هذا وهو الميغالودون ميغالودون يمكن أن يكون من دون شك في حجم التيتان أو أكبر بكثير وهذا يتناسب مع البيانات الببليغرافية المصممة جيدا مسبقا لكونه لديه جمهوره الذي يحاول أن يعرف كل شيء عنه ولكن بالنسبة لي هو شيء أكبر بكثير مما يمكن أن يساوي أي نوع من الكوة البشرية لا يمكن لأحد أن يوقف هذا الوحش مطلقا ولا حتى مجرد التفكير للذهاب للصيد بجانبه ستبقى الشواطئ مغلقة ولن تقف أسماق القرش البيضاء في وجه هذا الحيوان المفترس فهو الحيوان الذي يمشي بمفرده وهو يشبه الفتى المتنمر في المدرسة الذي يكون بالنسبة ليه كل الأشخاص أطفالا من حوله هذا الوحش الكبير له نظرة شرسة مخيفة لذلك ببساطة يعد مغالدون أحد أكثر الحيوانات رعبا في هذا الكوكب بل الأسوأ بالتأكيد نحن لا نريد إزعاجة أو حتى الاقتراب من هذا الوحش المرحب في الواقع لا نريد أي تقوة عظمى على كوكب الأرض تفكر في إعادة إحياء تلك المخلوقات من عصور ما قبل التاريخ حتى نحافظ على عالمنا فقط يمكن إجراء الدراسات العلمية لاكتشاف ما كانت عليه تلك الحيوانات في الماضي الصحيق شكرا لكم على المشاهدة لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بقناتنا لمزيد من المقاطع المقبلة نراكم قريبا شكرا لكم على المشاهدة